لأهل مبارح زعلنا كلنا وخسر من فلومانينزي بعد ما لعب مباراة حلوة أوشي وفيها فرص كتيرة جداً يمكن إحنا زعلنا من الفرص دي الفرص الضائعة في المباراة وفرصة عظيمة جداً للوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ شفت المباراة زي وشفت تحديداً الفرص الضائعة دي زي طيب عشان نكون منصفين خليني أقول إن اللي أنا هقوله ده مش هيقلل من إنجاز الأهلي خالص رب عليك يعني الأهلي السنة دي الموسم اللي فات الموسم اللي خالص الأهلي يمقفل اللعبة صح ما دخلش جيمل للمخد صح فالأهلي عنده خطة واضحة ويعني السنة دي ما كانتش أفضل حاجة في الموسم الكاروي في مصر عموماً باستثناء طبعاً المنتخب الأولمبي بس يعني الأهلي كانت ضوء اللي كان في آخر النفق يعني الأهلي فاز بأفريقيا وعمل لمنتدى في البطولة دي اللي كانت خلاص بتبعد يعني فخلينا منصفين الأهلي يعمل إنجاز الأهلي بيوصل كسل أعلى من الأندية للمرة التسعة الجمهور شاف إن الأهلي يستحق مركز أحسن من البرونزي وحق مشروع يعني أحلام مشروع وأحلام فعلاً تستحق يعني أن الناس تتوقع اللي حصل مبارح أو اللي حصل مع الأهلي من كتير الأهلي في مطش التحاد جدة قدم أداء ولا أروع بيوصلوا للمرمى فرص ضاعة كتير ودي بقى مشكلة الأهلي من الموسم اللي فات كم إهدار للفرص مش طبيعي قدام المرمى طيب هل إحنا بقى لقينا حلول من السنة اللي فاتت أنا شفت إن اللي حصل مبارح ده نتيجة لغلطة في التخطيط من الأول عارف إحنا بنحاول نوصل للدور العشرين بس إحنا أصلاً طالعين ما بنا غلط رب عليك فأنت حلو المسأل ده أول أو بالضبط طلعي للدور العشرين بس إحنا أصلاً ما بنا غلط بالضبط الطريقة غلط بس إحنا ممكن تكون ماشي صح بس إحنا لمكان غلط فأنا بقى لي سنة بحاول أجيب مهاجم جبت مودست اللي بعيد تماماً عن الأهل رجعت صلاح محسن يعني سامحني على التشبيه بس صلاح محسن عامل زي اللي قاعدت في لجنة امتحانة ديت لورقة ماليها شغبطة وقررت تديره فرصة تانية وتديره هرأة فضية شغبطة فيها تانية الله عالمسا يعني بالضبط أو أنا يعني مش قادرة أفهم يعني قد يكون إن دي آخر فرصة تيجي لصلاح محسن في الليفل ده صح ما استغلتهاش مش هتجيلك تاني صح هيبقى بقى مع حترامي الكامل اللي بقى الأندية بس مش هيبقى لفل الأهل الزمالي براميز فيوتشر لأ انت هدلعب بقى يعني أنا مع حترامي بالضبط يعني اللي هي من المركز الرابع للأخير يعني وهيبقى قرار عادل جدا يعني أنت مقدمتش مردود قوي يخليك تستحق الفرصة اللي انت خدتها اللي حصل مبارح ده كان نتيجة الفرص بقى الضيعة دي أيوة كلميني عنها شوية بقى أو يعني كم استفزاز بقى مش طبيعي يعني أنا مع حترامي الكامل لتاريخ حسين الشحات أنا شفت مبارح أنه عايز يعمل إنجاز فردي ده كان مرفوض تماما يعني مرفوض وأعتقد أنه ده من ضمن الكومنتات اللي ممكن يكون الهالو كولر أنت بتحاول تعمل إنجاز للنادي وبالعكس كانت هتيجي يعني لكن الرخامة بقى في مطش مبارح أن الفرقة دي كانت سهلة جدا أنك تكسبها يعني أنا شايفها أنت مسهلت المطش على نفسها الفرقة من نفسها مسهلة بس أنت كنت بخلي الفرقة دي بتقتلها كل النقاط القوى اللي عندها فخليت المباراة كأنها سهلة ما أنت عديت بالأصعب أنت كسبت التحاد جدا وعملت المباراة خليت الناس كلها تتكلم عليها احتفلت بدري ممكن تكون دي غلطة من الغلطات الاستهتار بقى بالمنافس اللي جاي حسيت أن أنا أقوى بس هم خدعوا الأهلي يعني هم خدعوا لعيدة الأهلي في الشرط الأول استنزفوا طاقتهم تماما صحيح وخلصنا على الأهلي في الشرط الأول فنزلوا الشرط الثاني لأهلي يحس أنه أفضل مظلوط احنا جمنا لك الحالات اللي أنت مجاهزها هو بقى يعني مثلا الكورة دي كل العدد ده ما فيش حد يخلص يعني كل العدد ده ما فيش حد يترجم الفرص دي الأهداف مش هتلاقي تعال بقى عند ضربة الجزائل يعني دي الكورة دي الهجمة المرتدة بالضبط انت رايح بعدد معقول كدا وتعرف تتعامل مع الكورة دي بشكل كويس جدا هم طول المباراة خاصة في الشرط التاني هم نجحوا أن هم يغلطوا لعبة الأهلي صحيح هم دايما بيلعبوا على أن اللعبة دي تتحرك كلها في مكان واحد فلعبة الأهلي كمان تتحرك معاهم يتمركزوا في مكان واحد وفيه جابها فضل يعني اللي أنا توقعته في الأول لما شفت أكرم توفيق نازل في البداية رقم 8 قلت بس ده كولر درس الفرقة دي صح مظبوط يعني كولر حطت أكرم توفيق هنا واحدة واحدة الحالات بقى عشتاة تتكلم عنها واحدة واحدة قولينا بقى اللي بيحصل هنا ايه زحمة يعني اللي بيحصل زحمة مين بقى بيعدي انفراضات كرة انت والجون سدد سدد وزي ما تيجي سدد أو بص الناحية التانية شوف مين ليها شوف مين هناك ارفع عرضي مفيش كل يعني أنا مش فاهمة مبارح كان كهربة مثلا بص على الجون قبل ما تشوت يعني بص على الكرة ديات برضو زحمة دربكة محدش عارف يشوت فين محدش عارف يسدد كان فيه خوف كده وتوتر ومش طبيعي من لعبة الأهلي مبارح رغم انت فعلا عديت بالأصعب يعني خلينا نروح بقى لضربة الجزاء اللي اتحسبت على بيرسي تاو هاتوا ضربة الجزاء اللي اتحسبت على بيرسي تاو بتاعت مارسله اه نتخطى دول بقى هتوقع على طوله قبل ما تيجي قولونا على طول زبطوها وقولونا طيب انت مبارح شفت انه الأهلي ما تعملش دفاعيه بشكل كويس شفت ان الأهلي ضيع الفوس في الشوت الأول شفتين ضيع يعني أوه الأهلي كان يدر بص بقى الغلطة يعني هو نجح في انه يغلط لعبة الأهلي في دي هو واخد الفرقة كلها واخد الفرقة كلها ورفع الكرة هناك في المكان اللي فيه بيرسي تاو هي ضربة جزاء صح احنا مختلفناش على ده شو نجح انه يغلطه يعني ودي بقى كانت نقطة التحول في المطش قبل المطش انت هتدخل يعني لو مش تتفرج على المطش من أوله انت هتتوقع عن الأهلي في أي لحظة هيخطف بقى عارفة يا سامر الكرة دي مثلا حول فريق فلومانينزي يعملها الشوت الأول كله ناوه بيعمل كده انه يكسف في منطقة معينة ويلمي اللعيب النادي الأهلي ناحيته ويدي الناحية التانية في الفاضي معرفش يعملها خالص الشوت الأول والشوت التاني في لحظة غفلة عشان دي مثلا يعني ايه في واحد خد محمد هاني ودخل بيه الجوة فبيرس تاو التفاجأ انه المفروض يجري ورا ما نرسله يعني هو التفاوت في أداء محمد هاني من مباراةه التانية عجيب يعني في مباراة التحق جده كان من أفضل اللعيبة اللي كانت في المطش ده صح امبارح محمد هاني غريب يعني ونفضله من كبار الفرقة الشوت الأول كان كويس الشوت التاني وقع هو بقى اللعب معظم العادة الأهلي وقعت في الشوت التانية رغم ان انا شايفة ان الفرق في اللياقة مش كبير يعني كان من قبل المطش كانت الناس كلها بتتكلم عن انه معدل الأعمار اكتر من 30 سنة لا ما هو معدل أعمار لعابة الأهلي ما بين 29 و30 يعني انا كنت شايفة انه فرق السن مش يعني مش بعيد قوي وفرق اللياقة كمان مش بعيد قوي يعني انا شايفة اللعيبة لا يا جماعة اوزانها عادي يعني اوزانها مش اللعيبة مش فت قوي بالعكس ان كنت شايفة لياقة لعابة الأهلي افضل صح بس بيقدروا يخلصوا بيقدروا يغلطوا لعابة الأهلي يعني دي بقى كانت نقطة التحول بتاعة المطش قبل اللحظة دي كان الاهلي يقدر ينهي في اي لحظة انت هنا غلطت بير سيتاو هو اصلا اللي جاب بير سيتاو هنا يعني انت قدرت اتغلطه وقدرت اتجمع لعابة كلها في الجزء ده ولو ما كنتش غلطت بير سيتاو هنا كنت هتقدر تنجح في ان انت هتغلط حد تاني من الوراء وبرلو كانت هتيجي ضرب الجزاء المفروض بقى ان احنا قبل المطش احنا متدربين على كل السيناريوهات الكورة يعني الشناوي انت شلت الاصعب في مباراة التحج انت كم على ضرب الجزاء ورجوين التاني على ضرب الجزاء هي صعبة بس هو احنا المفروض قبل المطش متدربين على كل حاجة بس لا معنىش قصدي ضرب الجزاء وانا شايف ان الشناوي كمان عمل تراي فيها حلوة اوي هو مواصل ضرب الجزاء دي ايه انا كحاليس مرمأ بعمل المكسم بالنسبالي وحاول هو عمل تراي على الاخر بس هي تشاطة حلوة اوي برد طب عشان اكون منصفة هو الوحيد اللي لا يسأل عن اي حاجة في البطولة دي صح الشناوي برابا عليك يعني اكتر حد يعني هنبقى مش عادلين تماما ان احنا ننتقد الشناوي بس دا هو عارف الشناوي هو اللي على الاكسبكتيشنز بتاعتنا بقى في الهني وفي المنتخب بس هاولك حاجة يا سامر ساعدت كمان جمهور النادي الاهلي اوحادة جمهور المنتخب مصر شخص العامل جمهور المصرية اللي هو اش نوع عشان جامد فانده مش مفوض يخش في جوال بالزبط ونوع بتحصلش ما تحصلش طوال عامل بيخش في جوال من ونوع بيخش اي حالس في العالم هيخش في جوال افضل حراس العالم فالمهم بس بتبقاش اخطاء واضحة يعني بالزبط طيب